إذا رايك رايح تسجل نفسك مجاناً باش تكون لك فرصة تقدم طلب فيزة الهجرة عن طريق برنامج DV لازم تتعرف على الأخطاء الشائعة اللي تقدر ترجعك غير مواحل للتسجيل صورتك ما تقدر تكون عندها أكثر من ستة أشهر لو كانت استعمل نفس الصورة كما العمل فات مرحينش نخضو تسجيلك في عين الاتبار وممنوع تستعمل Photoshop حتى لتغيير لون الخلفية واللون الخلفية لازم يكون أبيض إذا رأك متزوج ولعندك أولاد أعمارهم أقل من 21 سنة لازم تعطي لنا اسمواتهم بالواحد حتى لو كان مرحش تديهم معك لازم يكون عندك جواز صفر صارح في الوقت اللي تكون تسجل فيه هذه القاعدة ما تطبقش على الأزواج والأولاد اقرأ التعليمات مليح مليح كتكتب الإسمة مثلا رياض محرز تولي لازم تحتفظ برقم التأكيد والإيميل إذا سجلت به إذا عاونك كاش واحد باش تسجل أنت شخصيا لازم تحتفظ برقم التأكيد والإيميل باش تقدر تشوف النتائج في الشهر ما إذا ما عندك شباك احتمال كبير بزاف أنك غير مواحل بما أنه من صعب جدا أنك تمثل حالة استثنائية إذا تم اختيارك وأنت غير مواحل رح يرفض لك الفيسا نحار المقابلة بالسفارة ما تنسوش كان موقع رسمي واحد فقط اللي هو dvprogram.state.gov أي موقع ما يخلش ب.gov ما يخصش الحكومة الأمريكية اكتبونا جميع سئلتكم تحت في التعليقات وشكرا اشتركوا في القناة